عزيزة طلاب الصف الاول اعدادي اهلا ومرحبا بكم في الفصل الدراسي الثاني. اه طبعا يونت اه سيفن الوحدة السبعة. حل كتاب جيم صفحة تسحتاشر. هنبدأ بالتدريبات الكلمات في نفس الصفحة دية. اللي على يونت سيفن. السؤول طبعا يقول شوز بيقولي لتس جوتو ابيج ويل. هيا نذهب الى طبعا بيج ويل وهي العجلة الكبيرة. اه ده زي ما لها كده. اد زا نقط في نقط ديس ويك اند هذه الاجازة. يبقى فانفير بمعنى معرض. يبقى هيا نذهب الى العجلة الكبيرة. او اه بيسموها طبعا هناك كده. اه طبعا في الفانفير هنا بمعنى معرض. دي اول كلمة موجودة عندنا في الكلمات. اد زا ويك اند في الاجازة. اه بعد كده بولي اي لفد اه زيز فيش. انا حبيت السمكة دية. اه بط اي دين تسي اني ويلز. ما شفتش اي حيتان. اد زا تبعا اكوريوم. هنا اكوريوم بمعنى معرض الاحياء المائية. يبقى نختار كلمة اكوريوم. لكن هنا ويلز بمعنى حيتان. ودي موجودة في البحر. نمبر سري. بولي ات ووس جريت كتعظيم. اه اد زا نقط في نقط ماي تيم وان فاريق فاز 2 زيرو. فاريق فاز اتنين سفر. طبعا فوتبول السيديم. اللي هو استاد كرة القدم. اه علشان هو ده المكان اللي موجودة عندنا برضو. لان هنا قال لي ان الفريق بتاعي فاز اتنين زيرو. اه بعد كده نمبر فور بولي. كررنا احنا نلعب بسكتبول كرة تسلة. اد زا سبورتس نقط. طبعا طول نختار سبورتس سينتر. يعني بمعنى المركز الرياضي. كلمة جديدة عندنا معنى سبورتس سينتر بمعنى المركز الرياضي. بعد هي يقولي نمبر فايف بولي شي موفت توزا سكول. هي كاي تأكل طبعا السكول كانتين اللي هو كانتين المدرسة علشان اه تأكل. اه نمبر سيكس هي نقطة هير كت. اه يعني قصة شعر تويس امص مرتين في الشهرة. يبقى هي اه طبعا بمعنى هاز هير كت. بمعنى بيحصل على قصة شعر تويس اويكي المفروض هاب وهاز. هاب مع اي وي وزي ويو. وهاز مع هي وشي وات. بمعنى يحصل على قصة شعر. نمبر سبن. ماي سيستر هبيبة. اختي حبيبة دائما. بتساعد امي ازا هاوس وورك. طبعا يبقى هلبس وز هاوس وورك بتساعدها في اعمال المنزل. هلب وز ببعنى يساعد فيه. وطبعا هنا هاوس وورك بمعنى اعمال المنزل. اه بعد كده نمبر ايت. لاست تير السنة اللي فاتت. عمتي هودا طبعا تو انيو هاوس الى منزل جديد. يبقى موفد تو بمعنى انتقلت الى او عزلت الى منزل جديد. بمعنى منزل جديد. نمبر ايوش وليفيل انا اه عادة بشعر نقط بفور ان اجزام. يبقى بشعر طبعا بالعصبية. يبقى فيه بمعنى عصبي. اه طبعا بفور قبل اي امتحان ان اجزام. يبقى بمعنى عصبي. نمبر تن اي هاد نقط انا اه قضيت اجازة نقط كانت ممتعة جدا. يبقى فانتاستيك رائعة. لان هي كانت قلت اي 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 او عزلين اعمل بمعنى عندي حفلة عيد ميلاد كل اربع سنين. يبقى بمعنى بعمل عيد ميلاد او اه طبعا عيد ميلاد او اه عيد ميلاد لمدة اربع سنين. كل اربع سنين بعمل بمعنى اه طبعا بيجي لانه بيجي عيد ميلاده هنا. اربع سنين لان سا وعشرين فبراير ده بيجي كل اربع سنين. يبقى مرة واحدة بيجي مرة واحدة كل اربع سنين اللي هو تسعة وعشرين فبراير. اه بعد كده بيقول لي اي انا اخست طبعا اه بمعنى ياخذ وقت بيجي بعدها طول المصدر. يعني طول انا اخست مسلا اه والوقت اللي انت خدته بعد كده طول المصدر. انا اخست ساحتين. لكي اعمل واجب الانجليزي بتاعي. يبقى فعلا نختار عشان نختار المصدر.